الممثل الوحيد لشعب البحرين الممثل الوحيد لشعب البحرين وفي ندوة موازية للحوار التفاعلي الذي جرى في المجلس دعت أمير كيون إلى إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان لم تحمل أميركيون هم البحرين فحسب بل ذكرت المجتمع الدولي بالانتهاكات التي ترتكب في عدد من دول المنطقة ومنها السعودية وكانت مأساة الشعب اليمني حاضرة أيضا في خطاباتها إشارات هي غيظ من فيض نشاطات أميركيون التي شملت عقد ندوات وإجراء لقاءات مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان ومع مكتب المفوضية السامية نحن نصر علينا بإغناء بحرين إجراء تجربة المقدمة وإنگئتهم للفرصة والمقاط المستقبل والمقاط المقاطعة والمقاطعة والمقاطعة أميركيون